أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما جديدا أعاد بموجبه مقطعا كان محذوفا إلى النشيد أو من النشيد الوطني الجزائري يتضمن إشارة إلى فرنسا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين البلدين زمات متتالية ويعدل القرار مرسوما رياسيا سابقا صدر عام 1986 ألغى بموجبه المقطع والذي يتضمن ذكر فرنسا فيما تم حذف المقطع من الكتب المدرسية في العام 2007 القرار يأتي بعد تأجيل زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس لأجل غير مسمى لأغراط جزائريا تفضل خفيف المق 401 عبدا عبدا سبقا عبدا temper وطوير إلا يت 오� desserts السحر يخبر اشتركوا في القناة بارخ الجزائرية دكتور محمد الأمين بلغيث دكتور محمد أحييك على الجزيرة مباشر وبالطبع السؤال الذي يفرض نفسه الآن. ما الأسباب التي دعت الجزائر لإعادة هذا المقطع المحذوف من النشيد الجزائري. الذي يتوعد فيه أو يتم توعد فيه الفرنسيين بشكل عام. أو فرنسا تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم على هذه الاستضافة. وفي الحقيقة إعادة هذا المقطع المستوى الرسمي في مرسوم جديد من خلال الجريدة الرسمية في 2023. هي في الحقيقة استجابة لمطلب شعبي. كلنا منذ فترة طويلة جدا. كنا نستهجنوا أن يقطع هذا المقطع الذي يذكره ولأول مرة في نشيد سلام دولة محترمة ذات سيادة. دولة أخرى كانت ولتزال هي عدو الماضي والحاضر والمستقبل. هذه هي صورة الجزائري الذي ينافع عن دماء عشر ملايين من الشوعدة. بمعنى أنه الآن الرئيس الجمهورية استجاب إلى إحساس ومطلب جماهير عام. لماذا يقطع هذا المقطع من خمسة مقاطع أخرى هي جزء لا يتجزء من ذاكرة المجتمع الجزائري. طبيعة الحال فيه تصحيح المرسوم 1986 لم يلغي تماما هذا المقطع يا فرنسا قد مضى وقت العتاب. بل فهم منه بعض السياسيين وبعض المتعاملين مع النشيد الوطني أنه يمكن الاستغناء عنه في لحظة من اللحظات. وطبعا التبرير أن الجزائر في فترة متفليقة 2007 كانت تتحرج من معادات فرنسا على علنا كما كانت عليه في أيام بومديان كما كانت عليه أيضا حتى في أيام شديد بن جديد. والآن فرنسا منذ تقريب الحراك ليس فقط من هذه اللحظة منذ 22 فبراير 2019 وفرنسا تعاد الجزائر صراحة. وبالتالي أعتقد أن الصورة الجميلة الموجودة أمامكم التي تبرز شخصية كانت قد نافحت عن الأمر. وتقول فرنسا إعلاميا أن القايد صالح كان قد أوقف كثير من الخزي والعار الذي عرفته الجزائر في زمن العشريتين أو في زمن العصابة. اسمح لي دكتور لو لم تكن يعني العلاقات متوترة صوصاً العلاقات السياسية وتأجيل زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا. هل كان من الممكن أن تتخذ الجزائر مثل هذه الخطوة؟ شوف السلطة السياسية العليا وأنا لست ناطقاً باسمها تعلم يقين أن فرنسا تتأمر علينا في كل المؤسسات الدولية تتأمر علينا في دول الساحل تتأمر علينا على مستوى محاولة الجزائر فعلاً أن تكون عضو نشط في منظمة بريكس وبالتالي أعتقد أن فرنسا لا تخفي أيضاً هذا العداء السيد ماكرون منذ أن جاء إلى السلطة السياسية العليا وهو يشتم نا صباحاً ويعتذر بالهاتف إلى الرئاسة الجزائرية لذلك أعتقد أن قرار صائب هو إعادة الأمر أو المياه إلى مجرية الطبيعية على الأقل عندنا كجزائريين والشاذ في الأمر هو أن نسكت عن هذا المقطع الذي يذكرنا لأن فرنسا في يوم من الأيام كانت هي التي قد أبادت من عشر ملايين من الشهداء إذن الآن أعتقد أن الرئيس الجمهورية استجاب إلى نداء شعبي استجاب إلى نداء سياسي المحترمين استجاب إلى أمر يتعلق بسيادة وطن الذي كان قد كتب نشيد الجزائر بالدم في سركاجي وفي السجن مفدي زكريا رحمة الله عليه يعلم يقينا أن هذا الأمر سيبقى تاريخاً يبرز مدى حقد الفرنسيين وقتلهم وتدميرهم لمجتمع كان يملك علاقة راقية جداً مع الفرنسيين لثلثمائة سنة كاملة لعلك ذكرت أثناء الحديث فكرة التآمر الفرنسي على الجزائر بشكل أو بآخر ما الذي يجعل الفرنسا بعد كل هذه السنوات التي مرت بعد احتلالها لفرنسا أن تكون في هذا الموضع موضع المتآمر على الجزائر على الرغم طبعاً أنه الظاهرين هم لا يقولون مثل هذه الأمور شوف فرنسا تعلم يقين أن الجزائر في العقود الثلاثة الأولى من قن 19 هي بوابة إفريقيا وتعلم يقين الآن أن الجزائر بإمكانها في هذه الفترة أن تكون بوابة إفريقيا في وقوفها في مواجهة مشاريع فرنسا المشبوعة في التشاد في المالي وفي دول الساحل وهذه تعرفها الجزائر بشكل رائع جداً ويعرفها أبسط مواطن يغرأ الجرائد اليومية سواء هنا أو لفيقارو أو لومونت أو أي جريدة من الجرائد الفرنسية بمعنى آخر أنه فرنسا تريد دوماً أن تتصور أو تتصور دوماً أن الجزائر هي حديقة خلفية للمصالح الفرنسية وفعلاً كانت كذلك في زمن المخلوع خمسة ألاف شركة مفلسة جاءت إلى الجزائر ونهبت أموالنا الآن تغيرت المواقع وتغيرت المواقف أعتقد أنه منذ 2019 أهم مطلب للجزائريين على المستوى الشعبي خاصة 1.8 مارس 2019 أن عليكم أن ترفع فرنسا ويسايتها على الجزائر طبعاً الذين يملكون ذاكرة مقطوعة فرنسا كانت في فترة من الفترة كانت قد اشترت كل ديول الجزائر من الشركات الصينية واليابانية حتى تتحكم في مصير الجزائر على المستوى الاقتصادي وهي التي كانت تضغط علينا من خلال صندوق النقد الدولي ولأكثر من ذلك إحداث القلاقل في تشاد وفي المالي وفي شمال نيجيريا لا يمكن بالمرة لأي عاقل أن يستغفل المتلقي بأن فرنسا لها يد في ما يقع الآن من أجل قلقلة الجزائر وإحداث خلال في أمنها العام الدكتور محمد الأمين بالغيث المؤدر الخالجزائري شكرا جزيلا لك كنت معي عبر الإنترنت من الجزائر مساء مستمر مشاهدين الكرام بعض الفاصل يلتقيكم مصطفى عشور وأستاذ مباشر وفيه الأهل المصري يصل إلى القاهرة حاملنا الكأسة الأفريقية واحتفالات واسعة لجماهيره باللقب الحادي عشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر